أطلقت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية قافلة طبية مبادرت إلى قفر منصور بمركز طوخ في محافظة القليوبية تهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في تقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجا وفي هذا الإطار نظمت الهيئة القبطية الإنجلية لخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني قافلة طبية إلى قرية كفر منصور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية القفلة بتقدم خدمة الفحص والاكتشاف لأمراض العيون بنقدم خدمة الفحص بنقدم علاج بنقدم النظرات وأي حالة بتحتاج لإجراء الجراحات بنحولها للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية تهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بهدف تحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والله الناس مشكورين على تعاونهم معنا أنا كنت حاجست قبل كده وجيت القافلة مجانية والناس متعاونين وجينا دخلنا على طول ومن غير أي فلوس مجانا يعني مشكورين جدا طبعا احنا بنشكر الهائة الإنجليا وبنشكر التحالف الوطني لأنهما طبعا دي ثلاث مرة نعمل قافلة على الفكرة القافلة جميلة جدا مش أول مرة جينا القافلة منصور دي ثلاث مرة الحمد لله النظرات حلوة جدا وأسعارها معقولة تأتي هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة للتحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي للأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وذلك في مختلف محافظات الجمهورية